مبارح طبعاً الأهلي خسر أمام سانداونز الجنوب أفريقي ودي الخسارة التانية للأهلي من نفس الفريق في دوري المجموعات سانداونز خلاص ضمن الصعود بغض النظر على نتائج المباراتين اللي جايين بيحتل أهلي المركز الثاني بأربع نقاط متساوي مع الهلال والمريخ السوداني عن مباراة الأهلي وفرص الصعود معنا في الستوديو محمد عفيفي الناقض والمحلل الرياضي صباح الخير عليك يا محمد صباح الخير صباح الخير هديرها النوم صباح الخير سيد محمد صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر أينما كانوا طبعاً يا أهلا بكم باركة الأهلي محافظ أو في البداية بالتأكيد هو مباركة في المتناول أنه هو حق نتيجة إجابية وأنا يمكن علاقت على هذه المباراة لإحنا الإتعاد وكنت شايف أنه الأهلي قادر ولكن أول ما شفت مش التشكيلة شفت الطريقة بتاعت اللعب حسيتنا يبقى فيه حاجة غلط لما يكون أربعة ثلاثة ثلاثة في وجود محمد مجدي أفشا يبقى مفيش مصادر قوة بالنسبة لي صناعة اللعب مفيش جبهات بالضبط كده ومحمد مجدي أفشا لما بيجنح بيبوز خالص هو مرح كان فيه كلام يعني كتير قوي عن أداء أفشا وشريف صحيح السنائي ده ما كانش في شكله الطبيعي محمد شريف كان بيلعب شكل كلاسيكي قوي لو الشكل المحروق بالنسبة ليه استردبكات أو مدفعي فريق نادي سانداونز تحركاته تحركات سلبية الكرة اللي بتطلع من علي معلول تحديدا خلف الدفاعات هم أكتر قدرة على التعامل مع الكرات الطويلة أو الكرات الهوائية أو حتى الكرات العميقة خلف الدفاع فهم محمد شريف ما كانش ليه أي قوة بالمرة حتى تحركاته زي ما يقول تحركات محروقاتك تكتين بالنسبة للدفاع سانداونز محمد مجدي أفشا حتى لما كان بينزل لنص الملعب علشان يحاول ياخد مكانه اللي بيرتاح فيه ما كانش يلاقي نفسه محمد مجدي أفشا علي معلول علي معلول كان عنده أخطاء مرحة دفاعية برضو كان طاير وما كانش قادر ان هو يرد بشكل ليدات على شكل قوي بشكل ملحوظ لأنا كنت هقول بس انه محمد مجدي أفشا وعلي معلول وعمر السلية وحمدي فاتح وحتى محمد الشناوي اللعبين اللي هم مرهقين ذهنيا مش قادرين ان هم يقفوا على أرض الملعب حتى ما بعد أول ثلاث دقيق الكرة اللي خبطت في رأس عمر السلية وسقط على أرض الملعب أنا كنت شايف ان هو خرج عن المباراة وطبيعة هو مش قادر أصلا بسبب الإرهاق الذهني لأنه منتخب مصر بطول عربية وبعدين النادي الأهلي إفريقيا سوبر وبعدين مع النادي الأهلي في الدوري وبعدين أمم إفريقيا وبعدين كل ده لكن مقارنة بمباراة بيراميدز لو احنا نكتلم عن الموضوع إجهاد الأداء أمام بيراميدز وثلاث أهداف مختلف خلاص عن الأداء مبارح في شقطة تانية فقط لأن النادي الأهلي في مجمل مباراة بيراميدز لا مقدمش المستوى الكبير اللي أكد أنه يفوز بالتلاتة ولكن استغل الفرص أهم من خمس فرص تددوا تلاتة بالضبط كده والتلاتة داخلوا أهداف فالنادي الأهلي حتى ده بيميز الأهلي عن الزمالك في بطولة أفريقيا على سبيل المثال أنه بيعرف يخلص الفرص عكس الزمالك اللي بيجي له فرص كتير وما بيعرفش أصلا أنه يخلصها فلا النادي الأهلي يعرف يخلص مبارايات ادتوا كريدت شوية أنه فريق قوي فوزوا على المريخ السوداني في مرحلة الذهاب في دور المجموعات هو اللي ادالوا النفس في مرحلة القياب حتى ما بعد الخسارة من سانداونز وللأسف أنه كان فيه ناس مبررة ما قبل مباراة سانداونز الأخيرة دي اللي كانت بالأمس أنه الأهلي ممكن يخسر في عنده فرص أكبر لأنه عنده مباراتين على ملعبه في القاهرة وأنه شايل ده أنه كان سبب من أسباب الخسارة أنه اللعبة كانت نازلة مرتاحة أو إحنا كده 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 زي ما أنت بتقول عندنا ملتين جايين بالنسبة كبيرة مضمونين ده ممكن يكون من أسباب الخسارة 100% لأنه الأهلي أصلا لعب على تعادل ما لعبش على الفوز واللي يلعب على تعادل هيخسر لعب على الفوز لو ما جبتش الفوز هتتعادل ودي مش من سمة النادي الأهلي ولذلك بيت سمو سماني ما بعد المباراة كان دايما بيتكلم عن فكرة لعبتك أنه تلعب على الفوز لقى طرتك تيكي نافع ولازم كمان أنت عندك سكواد أنت النادي الأهلي فلعبة عندك مجهدة مرهقة يبقى لازم يكون عندك البديل صحيح المميز اللي يقدر أنه يسد في مثل هذه المباراة وطريقة اللعب من فشل تفتح الملعب هذا الشكل الطولي والعرضي اللي يخلي اللي مركزية بتاعت سانداونز ترهكك ترهك مدافعيك حتى محمد عبد المنع متنرفز بملك تسيمة الحاكم الأسوبي يداله أنظار على أنه كان يقول وقف اللعب لأنه في خبطة في الرأس فداله أنظار فأربكه شوية خلى حتى يسحب محمد عبد المنع محمد عبد المنع مع ناد الأهلي مش هو بتاع المنتخب لأنه لغاية دلوقتي مع ياسر براهيم ما لقاش الإقاع المناسب كسرد بك بأفاهم كويس أو القدرات والتعامل ولذلك التواهان في لقطة الهدف أسوأ ما يكون كان ممكن الشناوي يقدر يتعامل معها لكن الشناوي يأمن مع السرد بكات أو المدافعين اللي قدامه فإنه الرجل يتعامل بهذا الشكل مع كرة من عرضية ويخلص مش حلوة وقفت الدفاع في كتير من الأحيان تبقى في النادي الأهلي ما ينفعش ده فريق بطولة أخطاء دفاع النادي الأهلي دي تديني إحاق إنه لا مش ده النادي الأهلي بتاع 2020 و2021 حق اللقب وإستمرت يا بسعب طيب أنت كده بتتكلم في إنه التشكيل أو طريقة اللعب لم تكن موفقة أربعة ثلاثة ثلاثة هو غيرها في الشوت الثاني هل تغييرها جي متأخر؟ مية في المية وتغييرت اللعبين أصلا جات متأخر وتغييرت طهر محمد طهر إنه ينزل كظهير طب ما كنت نزلت حسيني مش مكانه بكرارت مش مكانه هو كان عايز يلعب هو عايز يغير إنه يلعب تلاتة ورا ويخلي الاتنين اللي في نص الملعب اللي هو زي طهر محمد في مباراة بتاعة منتري المكسيكي كان محمد هاني في نفس مكان طهر محمد طهر ولما بيتقدم مع الساكن دي بول يقدر أنه يسدد زي الجول اللي جيبناه في منتري وخلصنا الهدف فكر في كده بس مش قدام سانداونز ومش بحالة اللعبين بتوه سانداونز ومش بوجود طهر محمد طهر في هذا المكان لأنه تلعب عليه في أكتر من مرة في الشوت الأول قبل طهر انك شايف إن كريم فوقت كان في مكانه باكرايت ويدفع فيه بيب في مباراة مهمة زي دي كان الاختيار ده تمام طبعا لأنه محمد هاني مصاب وأكرم توفيق عنده إصابة فما عندهش غير كريم فؤاده هو لعب لسه جديد وأصلا جاي علشان المواقف اللي زي دي وكريم أدى بشكل إلى حد كبير مميز لكن زي ما بقول سانداونز لعب اللامركزية فكرة أنه التحرك من الأجنحة شكله خطورة كبيرة جدا رغم أنه سانداونز أكتر فريق بيعاني من العرضيات إلى أنه النادي الأهلي لا استغل عرضيات ولا استغل الكرات من العم بالإضافة بقى المسبس بالإضافة أن اللعبة مش لاقية بعضها ولا مراوغة سليمة تقريبا مفيش انسجام بيرسي تاو كل احتكاك الكرة في النهال صالح سانداونز بالزبط فكان فيه إمباراة كان فيه حالة من أنه أنا بلعب كده وده ما ينفعش أنت شوف قدرات لعبيك الذهنية والبدنية والفنية ويلعب بالطريقة اللي تناسب ديق المساحات إلعب بطريقة 5-4-1 5-3-2 فوق لعبتك حرك محمد مجدي أفشابير سيتاو خليه في جناح طير من ناحي الشمال ليس في ناحي المين انت ليه حطه في ناحي المين وانت الرجل عارف كويس هو عايز يعمل تحويله مثلا فتربك حسابات دفاع سانداونز إنه عارف الرجل لا بلعب ناحي الشمال فإحنا غيرنا وعملنا ناحي تلمين لا بيقدي دفاع ولما بيرجع يقدي دفاع في الشرط الثاني مش مكانه مشكل كبير أخطاء أنا شاف أنها مترقمة مع الإجهاد كان لازم بيتسو مسلماني يتعامل مع هذين مبرا بشكل أفضل من كده يمشي الوقت علشان يصدر الضغط للسانداونز مش العكس سانداونز هو اللي خدنا لإسلوب معين ساب لنا الاستحواز تماما وبدأ يلعب على الخبطة اللي هي بتاعة تلكمت محمد علي اللي هو إيه هاختفق هاختفق وفي أكتر من مرة كان ممكن يخطف الشرط الثاني لو لا محمد الشناوي الحقيقي اللي خده كرادة كبير قوي ناس مبراحبا احنا ما كناش حاسين غير الشناوي وياسر إبراهيم حقي وياسر الحمد يعني هو كويس ان هو كان في حالة فنية كويس لأنه ياسر في بعض الأحيان برضو تفلت منه شوية لكن مش مجهد بنفس إجهاد اللعبين اللي كانوا مع المتخب الوطني في المجمل النادي الأهلي عنده آه نقاط قوة كبيرة جدا النادي الأهلي ما بيقفش على مباراة وده مهم قوي لأنه كمان عنده مبارتين في القاهرة مباراة المريخ مش هتبقى بر مصر لأنه فيه كلام كبير وكتير كان في الفترة الأخيرة قالي نادي الأهلي لعب مباراة المريخ الفاتت في السادة السلام رغم أنه أصلا المعسكر بتاع السودان أو بتاع المريخ موجود في السادة السلام علشان تتردلوا في مباراة العودة هنلعبها في السادة السلام برضو ونبديك عدد من الجمهور السوداني يخش عكس مثلا مباراة سانداونز تتلعب في السادة القاهرة لأنه سانداونز لعب المريخ في السادة السلام فقال لك لأ نبدله الملعب علشان ما بقاش يواخد عليه قوي لكن مباراتي أو مبارتي الجولة الخامسة أو السادة بإذن الله هتكون في السادة السلام فرصة كبيرة لنادي الأهلي لازم يحقق الفوز على المريخ لأنه ملوش مأمن الهلال أنه في أم دورمان في الخرطوم بعد ضمان التأهل لسانداونز أنه يخسر سانداونز إنه الأهلي محتاج مباراة واحدة من المباراتين دول يفوز فيهم؟ محتاج المباراتين أو على الأهل فوز وتعادل في المباراتين لكن لو الهلال تفوق على سانداونز في الجولة اللي جاية هيخلي جولة سادة والأخيرة قمة النار والشرار حتى ولو في القاهرة ما تضمنهاش بالمر ولذلك لازم تلعب على الفوز في المباراتين وده اللي أكده بيتسو مسماني قاله ننسى دي وننسى اللي حصل فيه مبارات سانداونز ونبدأ نلعب بالإطار التكتيك الأنسب طبعا إن شاء الله يكون جولة سادة يكون متخبنا إن شاء الله تأهل كمان لكأس العالم مباراتين 25 و29 مارس بإذن الله مباراتين حاسم أمم السنغال إن شاء الله تبقى الأمور ماشية بشكل كويس وتتعدل الأمور ويكمل الناد لأهل المسيرة بعد خروج الزمالك كرة حسام حسن مبارح اللي أثرت غضب مسماني بشكل كبير أثرت غرض بكل الناس هو حسام ودموع حسام ونزلت كلها على إنه بياخد دقيق قليلة وإنه لازم يبقى جاي صفقة كبيرة جديدة عايز يثبت نفسه حسام جات له فرصة ما تقررتش كتير الأهلي لم يخلق أي فرص كثيرة على أرض الملعب ولما عملها علي معلول والأول مرة بشكل متقن ما قدرش إنه يتحكم في الكرة لأ حسام علشان يلعب في نادي الأهلي ما ينفعش إنه يقدي زي ما كان بيقدي مع سموحها حتى ولو كان على فترات كبيرة وكتيرة مع سموحها بيقدي بشكل كبير لكن مع نادي الأهلي أنصف الفرص يجب أن تستغل هل محتاج ينزل مثلا في بداية المباراة يكون أساسي ممكن فيه لعيبة بتتأقلم شوية بشوية لكن في النادي الأهلي زي ما تقاليت له كده الدقيقة بتسعين فلازم أنت تستغل ما هو أصلا مش هتقدر تاخد التسعين دقيقة من البداية أو من بداية المباراة إلى لما أصلا تثبت نفسك في الدقيقة الأوليلة فحسان يمكن إسرار مسيماني على الطريقة دي في اللعب وأنه يلعبه في الدقائق الأخيرة يعني رغم طبعا شوفنا كابتن شوبيير وهو يعني بياخد بخطره والدنيا طريقة الإسرار دي يمكن بتخلق عند اللعب برضو حالة من التوتر ما يقدرش يقدي بالطريقة اللي المفروض يلعب بيه هو اللي بيلعب في النادي الأهلي وفي نادي الزمالك والأندي الجمهورية لازم يتعود على الضغط ويرفع من نفسه كده الموضوع الضغوط كده كده فيه ضغوط لازم يثبت نفسه علشان يكسب الجمهور ويكسب حتى ولو ما سجلش أنه أدى بالشكل المطلوب المرغوب فيه أنه لا الراجل دي يستحق أنه يرتدي قميس النادي الأهلي ففرصة بتاعة المبارح دي لو كان جاب الهدف كان خلاص حسان بقى في نقلة تانية مع جمهور النادي الأهلي ومع الجهاز الفاني لنادي الأهلي ويكسب تعطف الكل لكن حسان مازال لسه عنده كتير النادي الأهلي محتاجه في الفترة اللي جاية أنا شايف أنه كان يجب أن يستغل الفرصة بالأمس عدت هذين مباراة اللي جاي بإذن لازم يكون أفضل لأنه الأهلي قادر على تحقيق اللقب مش إشباع من أنه لقبين دوري أبطال أفريقيا متتاليين لقبين السوبر الأفريقي برونزيتين كاس عالم للأندية لازم أن يكون في تجديد في الأفكار علشان المشروع بتاع 2024 بتاع بيتس الموسماني مع اللعبين دول يستمر واللقب دبث دات هيكون لقب مختلف لو الأهلي حققهم طيب إحنا قلنا أن الأهلي محتاج يفوز في مباراة وعلى الأقل يتعدى في المباراة تانية هل هو قادر على فالدة فعلا قادر بالتأكيد زل حالة الإرهاق اللي كنا بنتكلم عنها من شوية 100% سيكون مباراة الجمعة الجاية أمام المريخ السوداني لازم العمل عليها الكلام أنه مباراة الدوري والضغط اللي موجود أنا شايف أنه الضغط ده كمان هتصدر للمنتخب الوطني لأنه معظم لعاب المنتخب الوطني اللي هيشاركه أمام السنغال من النادي الأهلي وحتى من النادي الزمالك حتى الأسبوع ده لو حتى هنضغط شوية في مباراة الدوري لكن أنه يرتاح ويبقى في قرار لإراحتهم لكن في العموم الأهلي كبير الأهلي عنده سكواد قادر على أنه يفوز في مباراة المريخ دي النقطة الفارقة أنه بس يعدي مطش المريخ بشكل كويس وبعدين مباراة الجولة السادة فيها كلام كبير وكتير حسب نتيجة الهلال وصنداونز لكن الأهلي قادر الأهلي قادر بشكل كبير أربع نقاط هو والمريخ والهلال لعبوا أربع مباراة وعندهم سلب واحد من أهداف من نجة أبسانداونز الأهلي قادر طبعا خبرات اللعبين مع البطلات الأفريقية والمواقف الصعبة دايما الأهلي بيظهر بشكل مميز عدم الدفع بحسين الشحات مبارح موسيماني بيسمع للناس هل رصيده قل مع موسيماني والله أنا شايف أن حسين الشحات برضو مش اللي بيقدي بشكله هو أصيح أبسانداونز رايح جاي وفيه ناس مش راضي عنه بشكل كبير الحقيقة لكن حسين برضو في كتير من المباراة بيقدي بشكل كويس وبيعمل أداء هجومي مميز لما بيكون في حالته طب تفسيرك ايه بعد من دفع مين بار ممكن يكون ما بعد الإصابة هم مغابش كتير عن الأهل لكن أصيب شايف بيتسو موسيماني أنه مش هقدي بشكل المميز كظاهير أيمن وإن كان هو أصلاً كان بيقدي كظاهير أيمن شايف أنه يخلي طهر محمد طهر يبقى زي ما قلنا كده مع تهيير طريقة اللعب أنه يبقى متقدم ياخد الساكندبول يقدر أنه يدي نفس جديد لتطور الأداء الهجومي ما نفعش طهر محمد طهر وحسين الشحات ممكن يكون مصاب ونحن ما نعرفش برضو الحالة بتاعت اللعب ما بعد العودة من الإصابة أنه يقدر يكمل أو يقدر يسد في هذا المكان ولا لا ممكن تخونه إصابة مرة تانية أو أداءه على أرض الملعب فهو أمن بوجود طهر محمد طهر وطهر ما بعد الهدف في مباراة السوبر أمام الرجاء في اللحظات الأخيرة اتغير حاله اتغير حاله حتى مع عبيد سموسماني فإنه يبقى مقتنع بهذا اللعب بعدما كان برا الفكر خلص أنه ممكن يعارق حسين من اللعبين المؤثرين المهمين اللازم يكونوا موجودين في تشكيلة النادي الأهلة حتى لو كان بديل بس بيعرف يخلص في كتير مباراة وشفنا بطولة ما قبل الأخيرة تحديداً والأخيرة حتى في أفريقيا لها هدف مؤثرة كانت كتيراً وجمالية كمان بشكله وباخر ده عظيم جداً نريد أن نأخذ جولة سريعة كده في الأندية المصرية المشاركة في البطولة طيب الزمالك الزمالك خرج رسمياً خلاص بعد فوز بيترو أتلاتكم بارح على سجرادة في المباراة الخاصة بالجولة الرابعة في المجموعة الرابعة من البطولة كده زمالك بره فكرة العقوبات اللي حصلت أنه بقى أبو جبل مش هيتجددله وطرق حمل مش هيتجددله وكلام ده مش مترتب له عشان نبقى واقعين بس اللي حصل من مجلس دارة نادي زمالك أنه حاجة أنت لو هتنسف لازم تبني صح وإلا هتقعد خمس ست سنين مش عارف تعمل حاجة فالقرارات دي بالعيبة اللي حصل لها عقوبات بهذا الشكل أنت كده بتعمل حالة سيئة وجمهور النادي زمالك ما يستحملش لو أنت فعلا مخطط انسف اعمل كل اللي أنت قلت عليه لو أنت مش مخطط بلاش لأنه عواقبها هتكون وخيمة على نادي زمالك النهاردة المصري برسعيدة هيظهر أمام قطوه بطل الكنغو عنده أربع نقاط المصري في فوز وتعادل وهزيمة وكمان فاز على المزيم بالكنغول بدور أبطال إفريقيا في الكنفدرالية مباراة مهمة هتكون هنا في الإسكندرية إن شاء الله يفوز المصري أيضا مباراة القمة برمز وصفاق سئراد تونسي في كأس الكنفدرالية الإفريقية برمز 9 نقاط بالعلامة الكاملة في تونس مباراة مهمة جدا إن شاء الله برمز كمان يحقق الاستمرارية في النتائج الإيجابية لكن أنا شايف أنه الأهل بإذنك قادر في دور المجموعة إذا مالك بإذنك يبني وما ياخدش قرارات متسرعة من مجلس الإدارة وبرمز وصفاق المصري إن شاء الله يكملوا فيه كأسكم فدرالية ونشوف سيادة مصرية للكرة الإفريقية أندية ومنتخبات وكالعادة وده الطبيعي بتاع مصر طبعا نشكرك شكرا نجزينا نتمنى التوفيق لكل المنتخبات المصرية الأندية المصرية ومنتخبنا المصري طبعا في المباراتين القادمتين تشكرك شكرا نجزينا أستاذ محمد عفيف ناقد الرياضي والمعلق الرياضي وشكرك على وجودك معنا شكرا جدا شكرا شكرا